هل يعود عكام الجزائر إلى رشدهم؟ هذا سؤال مطروح لتبون الشنغريحة والمجموعة اللي معاهم العصابة اللي معاهم بعد ما شفنا أنه كل الناس راهي متفعلة مع الفريق المغربي وناصر فيه وشفناك في شكورة القدم لما تشمل شعوب الأفريقية العربية المغربية ونظن بهذه فرصة أحسن من فرصة القمة العربية اللي ضيعتها العصابة الحاكمة في الجزائر لأن الدرس جاي من شعب بسيط من المواطنين بوسطة من الرياضيين اللي يقولوا عليهم كل شيء في بالتباية اللي في المواطنين بسيط من المواطنين بسيط من الناس المفروضة هي النخبة إذا الناس يراهم اليوم في السرطة السياسية نعليهم أن يسمعوا الشارع أن يشوفوا يأخذوا الدرس من عند العابد أكورت قدم ما هم مش مخاخ ما هم مش متخرجين من السنسير ومن كبريات الجامعات أبناء الشعب هدوما وبما أنه حكام الجزائر يقولوا ما عندهم مش مشكل مع الشعب المغربي إذن إذا ما عندكش مشكل مع الشعب الشعب المغربي لماذا لاتشاطر هذا الشعب فرحته واللي رأوا شاطرها معه الشعب الجزائري نحن رأكم زدتوا بيّنتوا باللي رأكم يعني أنتم في واد والشعب في واد ما رأكمش ناسقين مع الشعب الجزائري ما رأكمش في نفس المغربي كما يقول سمعت ما رأكمش في نفس المغربي إذن عليكم إلا أن يعني تأخذوا بوش يقول هذا الشعب هذا هيتسمعونه وشعب كام الناس كاملة اليوم رأي يتأذف الفريق المغربي لأنه رأفع رأس المغاربي والإفريقيين والعارب والشعب المغلوبة على أمرها أو الشعب المحبورة رأفع عنهم رأس المتخب اليوم بإنجازات تسجل على الميدان بجلد منفروخ وين هذا الجلد تظهر فيه العبقارية والذكار والعمل كل شيء يخرج فيه هذا الجلد وفيه هذا المستطيل لأخذ نرى كيف لماذا أبناء المغرب قدروا يهزموا السبنيول البرتغال البلاجكا وطبلوها مع الكرواتين واليوم الفرنسيين في طريقهم يهزموا يهزموا الفرنسيين يعني هذا نفتخروا به وعليش حكام جزان ما يفتخروش بعد الإنجاز وعليش ربي حارمهم من هذا الشيء يراجعوا أنفسهم يقولوا يا ربي دغنا رحمة في قلوبنا خذينا نحن نفرحوا كما الناس كامل وحل هش لا كيف هذا اليوم عندك المغرب راه يلعب ضد فريق دولة كانت مستعمرت قرن 32 سنة ودولة اللي قتلت لك غير في سبعة سنين تحرب مليون ونص مليون مواطن شهيد كيف هالدولة اللي اكتمرت لك 22 قرية شغلت ويتمت ودعت لها جب ويجيت لعب مع دولة اللي كانت فتحت لك يديها فتحت لك أراضيها فتحت لك أبوابها وكانت قاعدة خلفية من الثورة الجزائرية الثورة اللي تسجلت يعني تسجل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ البشرية كيفاش أنت تبقى هكذا على بالك وروجك وفي قرارة لنفسك تتمنى الفرص تربح كيفاش يعني حتى اليوم صحيفة للمانج كتبت في الموضوع تكلمة يعني الشعب الجزائري بخلاف الحكام رغم عن المخرب تبقى يتأكد للجميع أن السلطة السياسية في الجزائر منفصلة عن الشعب الجزائري منفصلة عليهم والشعب الجزائري رفضها وهنا نعطيكم عينة للشعب غير معروف أنجان مواطن أريد شاب ماذا يقولون عندما تقارنوا بكلام سياسيين يبانوا سياسيين قداموا أخر سياسيين 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 أفوام ونعيش معكم في الظلام لا لا هذا كلامي موجهة لأصحاب العقول ليس شيء الذي لديه حقد مسموم أخويا العزيز لا تسمعش لهذاك اللي عايرك سمعني أنا واش غادي نقول لك فتع عقري قبل ما تتكلم وتفكر هذا الإنسان اللي راه قدامك إلا سبك واحد قد بلادي كاين ستاو ربعين مليون جزائري وانت قد بلادي إلا عايرك واحد من حبابي راه كاين ستاو ربعين مليون مغرابي نحنا ما عرفوا كون سبابنا حكم الطوقات اللي حاكمنا حبيتوا تفرقوا ما بين الشعوب هذا أخويا يبقى أخويا مهما كانت العيوب إلا أنتم قلوبكم السود نحنا تجمعنا الوصول دمرتوا البلاد وبغيتوا تسكتوا العباد ما تنسوش التاريخ اللي بيناتنا كلام موزون في ما حلو كلام من ذهب هذا من ذهب الشاب مواطن جزائري مش كاش يرد على الحكام وكاش يرد حالا أزلام الحكام سواء كانوا في الجزائر وفي المغرب لأنه عندوا أزلامون بعصابة عندها أزلامها في المغرب اللي يسيبوا في الجزائريين واللي لها واحد البارح يقول كلا منامش بالمغرب الكبير بيانشيو انت صغير انت قزم ما تقدر جدام بالمغرب الكبير سي نورمال ما ينو بالمغرب الكبير إلا ركبار والشعب المغاربي شعب كبير شعب عظيم وخير دليل على ذلك اليوم ما زالوا يكتب في التاريخ اليوم ما زالوا يكتب في التاريخ فاريخ اللي ما يقدرش يفهمه صغيره العقل يشوفه دبوخة ويسفق لا راشيل يراوي نجز فيه المنتخب المغربي فات لنهي حدود الدبوخة كما يقولون في المدية البالون فات حدود البالون نعم شي عظيم يدير فيه اليوم بفريق المغربين ونتمنون لهذا الفريق نصر اليوم ما هذا كما جاء في العنوان تأهد الآخر اللهم بجاه سيدنا محمد خير البشر أنصف فريق المغرب في قطر تأهد الآخر